المشروعات العملاقة 97% لزراعة القاهرة ما شاء الله ده شيء يشعرنا بالفخر وإحنا كمان فخرين بالمشروعات العملاقة اللي فخامت الرئيس تمت وتعتبر من الإنجاز والإعجاز في خلال سبع سنوات وأنا كنت محدد بعض الأرقام كده اللي تمت على أرض الواقع عشان دي خلت الأقبال على زراعة القاهرة بدرجة كبيرة جدا عندنا ما تم في المشروعات القومية على مستوى الدولة في آخر سبع سنوات ما يقرب من 224 مشروع حارك بتكلم على استصلاح أراضي ما يقرب المشروع قوم 1.5 مليون فدان ده غير الدلتة الجديدة وإنشاء 100 ألف صوبة زراعية ومشروع المليون ونصف مليون رأس ماشية وهي مشروع البتلو بدأت الدولة بحوالي 61 ألف رأس ماشية بتكرفة كبيرة جدا وعلى فكرة المليون ونصف مليون رأس ماشية إحنا بدأنا الدولة نفيذت دلوقتي حاليا أكتر من 200 ألف رأس والمشروع قوم للصوامة عشان تخزين الحبوب وخاصة الأم إحنا وصلنا ساعة تخزينية حاليا ما يقرب إلى 4 مليون تن 4 مليون تن تقريبا وتسجيل جميع الأراضي وبيانات المزرعين إلكترونية ده من الحاجات القومية ومركز الزراع التعقودية ده الدولة ماشية فيها عشان يبقى فيه الإعلان عن المحاصيل قبل الزراع ما بينها وما بين الدولة ممكن مع الكتاعة الخاصة يبقى الفراحة عارف هيسوى معصوله طبعا عارف ده مهم جدا وكمان طفرف للزراع السمكي بقى حراك بركة غليون وشرق بورسعيد غليون ده حول 4 أربعة تلاف فدان بورسعيد حوالي 9500 فدان وكمان حوالي 2000 فدان في أماكن أخرى والأليوبية خمسة عارف تكلم على حاجات لو أحاكم بيحلم منها اعجاز يا فندم اقسم بالله العظيم اعجاز والمشروع قوم التبتين التبتين الترع ده بقى ده فكر خارج الصندوق لما فخامت الرئيس هذا المشروع هيوفر فاقد مياه ما يقرب من 15 إلى 19 مليار متر مكعب ده ما كناش نحلم بهم ومشروع قوم الإنتاج التقاول اللي ده حاجة مهمة جدا بدأنا ندب التقاول خضر وحضرات بقى الدلتة الجديدة دي لأن زراعة تكره لها دور في عمل الدراسة دي نحو سزراع ما يقرب من 2 مليون فدان في الفترة القادمة في خلال عامين حيبقى فيه طفرة في الأراضي نفذنا حاليا الدولة 200 ألف فدان تمس زراعهم و 1600 جهاز زراي محواري والتكلفة عشان المشروع ده يكتمل محتاج ما يقرب من 300 مليار عشان أعمل زراعة ليه حوالي 2 مليون فدان وحاليا على فكرة آخر السنة دي كمان غير المتين ألف المتين وخمسين ألف جاري الانتهاء منهم الناس اللي اشتغلت بطريقة مباشرة وغير مباشرة تعدل المتين ألف زميل تخيل بقى حضرتك في الفترة الأخيرة دي من 2014 ل2020 889 من 10% زيادة في إنتاج الخضر 42.7 من 10% زيادة في إنتاج الفكهة 20% زيادة في إنتاج المحاصر السكرية 4.2 من 10% نسبة زيادة في إنتاج الحبوب 2% في إنتاج البوكوليات وبقى فيه اكتفاق ذاتي اكتفاق ذاتي 2020 الخضر إنتاج 25 مليون تن والفكهة 10.7 من 10 مليون تن والقرز زيادة ونصف مليون تن وزور البيضاء هراك بتكلم على هو فيه طفرة في الإنتاج الزراعي بصفة عامة ده في 7 سنوات ده خلى إيه بقى لا 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 الطالب فكره اختلف يبقى أنا هدخل كلية ضامن إن أنا ماشي في مشاريع قومية وأشتغل وأعمل مشاريع هلاقي فرصة عمل فرص فرص كبيرة جدا ده المليون المئة ألف صوبة لو أنا قلت الصوبة الواحدة حد أدنى محتاجة ثلاث مهندسين يبقى أنا عايزة 300 ألف بالزبط غير مشاريع الزراع السمكة غير غير بالزبط بالزبط بزانة